لكن أنا هيجي على الجزيرة اللي انت سألتني فيها على انتقاد ما كنت نقول أنا شايف أني أنا شايف أني ويد النادي الأهلي يخصى لأنه لسه وعنده مطشاط أكيد كثير صعبة جاية ولكن الراجل أنا شايف أني بيقدي بشكل مفيش فيه مشكلة أنا شايف أنه هذا دوافع لعيبة النادي الأهلي ويمكن التصريح اللي قاله طبعا أنا أعتقد أنه يلام عليه لأنه ما كانش يجب أنه يقول تصريح زي ده لأنه مدارب كبير المفروض أني حتى ولو حسن بطولة الدوي اللي هو قال أنه بعد خلاص نكسب نعمل فيه وبعد كده نتاح يعني ممكن خطأ ترجمة ويد ويد ممكن يكون خطأ ترجمة هو قال محتاج تلت مطشاط كمان عشان نبتدي استريح أيها ونأقول لك عشان كده خطأ ترجمة المترجم هو اللي بنقل على فكرة أنا عايز أقول لك الحقيقة أنا معاك أنه ممكن يكون خطأ ترجمة بس هو الإحساس نفسه يعني دايما أنت عايف أنه بدي انتباع بالراحة يعني بالزبط كده بيدي انتباع بالراحة أنا شايف أن يجب أن يكون فيه حلول في الفترة اللي جاية أن يجب أنه برضو يحصل نوع من هنا لأنه برضو رجل مسبت تشكيل طول الوقت كل تلات يام أو كل ربعة يام ده برضو إجهاد على العيبة أنا شايف أنه برضو لازم يبقى فيه حلول لازم يبقى فيه ناس موجودة لازم كمان تغييرات رجل تكون بدأ عن كده يعني هو لو هيلعب باتنين فرودة زي ما عمل كده كان ممكن عمر جمال يكون من بدر شوية وهنا لما عمل التغيير ده هل هو بدأ يشتغل الأجناب؟ يعني هو لما بينزل باتنين فرودة النهار ده بقى موجود إيفونا وبقى موجود عمر جمال فالاتنين اللي يكونوا موجودين دول هم بيمتازوا بإيه؟ يعني عمر جمال بيمتاز رجل بيمتاز أنه هيدا يسو كويس جوة 18 بيقدر يخلصك الحقيقة فلازم يشتغل الأطراف